موسيقى طيب الله وقاتكم بكل خير عزيزي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر اتباعا أسفل الشاشة فاصل ونعودوا لكم لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفوقية على مدار القمر ميل سلاد الرافدين HD بعد سنوات من الاستيلاء على عقارات الدولة العراقية هل سيتم إرجاعها برأيكم عزيزي المشاهدين؟ هذا هو عنوان الحلقة والتساؤل الرئيس لحلقة اليوم من برنامجكم صوتكم طبعا بعد أكثر من 9 سنوات من تشريع مجلس النواب في عام 2013 لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل اللي أتاح للمتنفذين في الطبقة السياسية والأحزاب باستلاء على عقارات الدولة لسنوات عديدة أصدرت المحكمة الاتحادية في 20 فبراير شباط الماضي من هذا العام عام 2022 حكما يقضي ببطلان المادة 25 من القانون بعدما أصبحت مصدرا للاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجه حق على حد قول المحكمة المحكمة قالت في بيان لها بأنها قررت بموجب قرارها بالعدد 213.2021 9.02.2022 الحكم بعدم دستورية وإلغاء المادة 25 ثالثا في أصل قانون والتي أصبحت بعد التعديل تحمل الرقم 24 ثالثا من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل طبعا تنص هذه المادة على البلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والأشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية بدون مزايدة علنية إلى العراقيين الذين لا يملكونهم أو أزواجهم أو أولادهم القاصرين دارا أو شقة أو أرضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية للإسكان وكانت تلك القوة استغلت القانون بالاستمرار باستفادتهم من تلك العقارات وتتيح لدوائر البلدية بيعها وتمليكها لشاغليها بأسعار رمزية وبدون عرضها مثل ما أشرنا في مزايدة علنية يعني تكون مقفلة على الطبقة السياسية مقفلة على المتنفذين ومقفلة على الأحزاب بدون مزايدة علنية أو إشهارها من قبل الدولة للبيع يعني سن قانون لهدر عقارات الدولة عيني عينك مثل ما هو واضح ويكون بدون مزايدة علنية مثل ما أشرنا وفقط ليعرفون بهم الجماعة طبعا وفقا للبيانة التي أصدرت المحكمة فأنه بسبب الاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجه حق كما جاء في البيان عبر استغلال أحكام أحدى مواد قانون بيع وإيجار أموال الدولة وحفاظا على تلك الأموال قررت المحكمة الحكم بإلغاء تلك المادة في أصل قانون واعتبارها غير دستوري المحكمة أكرت بأنه عليه أصبح النص القانوني الملغى محكوما بعدم دستوريته من القانون المذكور وبأن المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاءه لمخالفته أحكام دستور جمهورية العراق طبعا على الرغم من تصدر ملف استعالة أملاك الدولة لبرنامج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي كشف عنه أول مرة في آيار مايو من عام 2020 أمام البرلمان إلا أن المسؤولين في العراق في بغداد يؤكدون بأن البلف يواجه صعوبات كبيرة تتمثل بسيطرة أحزاب وفصائل مسلحة وشخصيات سياسية على منازل ومباني مهمة خاصة كالواقع داخل المنطقة الخضراء وصد العاصمة بغداد طبعا بعد الغزو الأمريكي للعراق وإحتلال العراق عام 2003 البلاد شهدت فوضة واسعة وكان من بينها هي ظاهرة الاستيلاء على مباني ومنشآت حكومية وأخرى تابعة للدولة العراقية حاولت السلطات خلال السنوات الخمس الأخيرة استردادها ضمن مساعي كما قالت تعظيم موارد الدولة غير النفطية إلا أن ذلك لم يتحقق من كل ما تم إعلانه منذ خمس سنوات طبعا في الثالث من تشرين الثاني من عام 2020 وزير المالية قرر وفق وثيقة رسمية تخويل مدير عام دائرة عقارات الدولة بصلاحيات بيع أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة بدون النشر في الصحف أو إعلان عن مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية وصلاحية المصادقة على قرار التقدير يعني بيع بدون محاديدري بحسب هذه الوثيقة منح وزير المالية الحالي علي عبد الأمير علاوي مدير دائرة عقارات الدولة التي تنظم عمل العقارات التابعة للدولة والمسجلة باسم وزارة المالية من ناحية البيع والإيجار صلاحية التصرف المطلق بما يقارب من ستمائة ألف عقار حكومي في بغداد والمحافظات الأخرى عبارة عن أبنية وأراضي حكومية ذات قيمة مالية كبيرة هيئة النزاهة في كانون الأول من عام 2021 قدرت عدد العقارات التي تحت سلطة شخصيات وأحزاب مختلفة بشكل غير قانوني في بغداد والمحافظات عدى أقليم كردستان العراق بـ 31 ألف و 378 عقار هذه المسيطرين عليها الجهات المتنفذة والشخصيات السياسية والأحزاب السياسية جاءت محافظة نينوى في صدارة القائمة بلغ فيها عدد العقارات المتجاوز عليها 8,585 البصرة 6,194 وكركوك 3,653 لكن العقارات الأهم التي ما زالت تحت سيطرة أحزاب وشخصيات نافذة وزعماء ميليشيات هي تلك التي تقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد في مناطق الحارثية والجادرية في المنصور في الكرادة وهي أهم مناطق العاصمة بغداد مسؤول في وزارة المالية يقول جرى الاتفاق على تولي ملف عقارات الدولة المستولى عليها في حليث طبعا صحيفة العربي الجليد يقول قيمة هذه العقارات تساوي عشرات المليارات من الدولارات يقول يدفعون بدل إيجار قيمة متجاوز ألفين دولار يعني عشرين ورقة بالسنة ويضيف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه طبعا يخاطم أنه يعني اسمه يقول بأن هناك تحايل على الملف بأكمله بعد أن ضغط الشارع بفعل الأزمة المالية الأخيرة التي شهدتها البلاد يقول دخلنا في عملية تحايل وفساد جديدة طبعا في حي الكرادة كرادة مريم الاسم الأصلي لمنطقة الخضراء يوجد قصور عدة منها الرحاب والرشيد والفردوس والسجدة والعباسي والجمهوري وغيرها فضلا عن حدائق واسعة على ضفاف نهر دجلة شوارع كبيرة لا تتوفر في بقية أحياء العاصمة بغداد إضافة إلى نصب المقاتل العراقي وقوس النصر هذا يتحدث في هذا المسؤول يقول المسؤول بأن بعض المسؤولين ما يقضون بس أسبوع أو أقل من الشهر داخل هذه القصور في المنطقة الخضراء ويرفضون التخلي عنها طبعا الجماعة يصلون ويصومون ما شاء الله عليهم ويمكن استثمارها في دوائر خدمية للمواطنين أو جعلها مشاريع استثمارية تكون موردا ماليا مساعد العراق تابع المسؤول بأن من بين هؤلاء نور المالكي رئيس الحكومة من 2006 إلى 2014 وعادل عبد المهدي رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق محمود المشهداني رئيس البرلمان السابق باقر الزبيدي باقر جبر الصلاق سليم الجبوري كذلك هو كان رئيس للبرلمان إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء الأسبق وآخرين مثل أعضاء برلمان وأحزاب ينتمون للمجلس الأعلى ومنظمة بدير وحزب الدعوة والحزب الإسلامي العراقي كلها ما شاء الله أحزاب إسلامية تستولي على عقارات الدولة معنا اتصال محمد من بغداد محمد يعني ملف عقارات الدولة ملف شائك ومتجدد الحديث به المحكمة الاتحادية الشهر الماضي أصدرت حكما ببطلان ما جاء في قرار مجلس النواب واللي صدقت عليه حكومة نور المالكي في ذلك الوقت واللي إجاء برقم 21 لسنة 2013 وهو يتيح الاستيلاء على عقارات الدولة وهو ما تم بالفعل عليها من قبلها ومن بعد القرار يعني صار عنده إطار قانوني اليوم المحكمة الاتحادية قضت ببطلان هذا القرار وهذه المادة يعني ببطلان المادة 25 أنت برأيك هل تستطيع الحكومة الحالية والحكومة الجاية من استرداد آلاف مؤلفة من عقارات الدولة مباني منشآت قصور يعني أراضي زراعية واسعة بيوت أملاك داخل وخارج العراق هل تستطيع استرجاحها إلى ملك الدولة العراقية؟ محمد؟ في البداية تحية إليك أستاذ عمار تحية الخناة الرافد ين يا أهلا بيك طبعا المتكمة الاتحادية ذولة اللي صدرها بالقرار يعني استرجاع الثملاكة والعقارات للدولة ويستردوها ما يقدرون يسترجون هذا الشيء لأن أساساً ما معترف بيها بالمحاكمة والقضاء بالعراق أو الشيء جيهة مختصة بهذا الشيء ما معترفين بيها أساساً منهم ما معترفين بيها لحزاب الحكومات الموجودة والسياسية إذا أنا بكيفهم كل مكان كل أراضي كل بيوت كل المناطق يجدون يستورون عليها لا يأخذوا موافقة محكمة اتحادية أو شيء يأخذوها بوضع بيها علىني منهم يعترفون لربكم ولا هذا لحزاب الحكومات الموجودة على الأماكن والسياسيين يستورون على الأماكن وإن هناك شيء مكان بيخير شيء مكان موقع مال النتاقي يأخذوه لا يعترفون بأي شيء لجليل هالي بيوت اللي يتهجرت من عدها والمراجز المناطق المهمة والأراضي المهمة اللي يستوروا عليها يعني يحسون بالغير يعني بيع الشراء اللي يصير بالعقارات الدولة بيع الشراء اللي يصير بالبيوت بالأملاك الناس يبيعون علىني واحدين يأخذوه يجوا واحد يسترد حقه يقول لهذا ممالة البيئة هو مالة وباقي من عنده نعم وقتهم وقت السيعي وقت السني الوقت السيعي يبقون للمناطق الرطاطة والوقت السني يبقون للمناطق الكرغ يعني هيكي مجرد عبارة مجرد هيكي طرعا فطوضة وهيكي يعني ما يقول حل هذا الشيء ولأن هنا لم واحدهم تخطط وماحدهم أساس كدولة على ما يسترجعون هذا الشيء أو ما يسترجعون ما يكون نظام واقف العراق هي طوضة هذه الأحزاب الإسلامية إحنا ذكرنا يعني الأمر لا يخفى على العراقيين وهذا أمر ليس بجريد أبدا منذ سنوات يعني أغلب الأسماء التي ذكرت نور المالكي سليم الجبوري محمود المشهداني عادل عبد المهدي كما طبعا يشير المسؤولون في التقارير اللي ذكرناها حزب إسلامي بدر حزب الدعوة هذه الأسماء الأبرز التي تستولي على عقارات الدولة وخاصة في بغداد هذه الأحزاب هي ذات خلفية إسلامية كيف نفسر بأن أحزاب ذات خلفية إسلامية تستولي على عقارات ليست بملكها ليست لها طبعا الإسلام مريم من عدوم طرامنه من الإسلام من الكيونيبيا طبعا نعم لأنهم علاقة بالإسلام والإسلام يحللهم يقولهم أن تستولوا على مناطق وستولوا على أراضي وستولوا على بيوت ومقارات يحلون مستولين لمنطقة الخضران لبيوت ومقارات ومقارات ومكونوا کسعم czasie بيوت مع المسؤولين العراقيين ممكنهم ما أريد يستولوا عليه وكمال يصلون بيها يحلون فيه يحلون صلاة متوفر وتحكي واجبتلك ما أملاكنا رجعت منين أملاك أملاككم رجعت منين حقكم انتوا قاعدين بالخارج فلس 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 لباعدكم طرتوا عواد ومجيئتوا بالعراق هم هؤلاء الغزاب كلهم السياسيين وغير السياسيين وجووا بتولوا على هذه الأماكن منطقة الخضراء صارت لهم يستولون يستولون على القطور وستولوا على البنن يقعدون بيها ويصمون بيها هذا بيا وجهدين بيا وجه الحق هذا ويتعوننا بتم ومحزاب التامير بريمنوا من الإسلام بريمنوا من نبي هذا كتب الناس شياطين نصف المجرمين نصف المجرمين نصف المنع رفهم خلفياتهم والله العظيم المجرم أحسن من عندهم الفاصد أحسن كلهم شياطين قليلا بحقهم حتى الشيطان خيرت حتى ما خيرت جوه كتوهيته يبتع على هذا البلد دمروا من كل النواحي لا تطبقوا نظام دي. لا تطبقوا عدالة دي. لا تطبقوا عدالة دي. لا يوجد شيء خير يعني. تذكر أنت يعني تستطاع هديك كلام العالم. يعني حتى المواطن من الكافر بره يأخذوا بعين صغيرة يبعون حديث. يعتبروا هذا. فإنسان المالقي من إنسان ميعوف إنسان جاهل متخلص. يعني كله اللي يستهوه في خير. والله عظيم. يعني مصر. نعم محمد. أنا أشكرك محمد بن بغداد كان معنا. طبعا يعني في عام 2019 تحدث محمد التميم وهو كان سكرتير لجنة متابعة عقارات الدولة في البرلمان. وهذه اللجنة تم تشكيلها في نفس العام. أي في عام 2019 لمعالجة هذا الملف. اتحدث في وقتها مع صحيفة العرب الجديد. وقال بأن شخصيات سياسية استحوذت على مقاطعات كاملة في بغداد. منهم رئيس الوزراء الأسوق نور المالكي. يقول استحوذ على مقاطعة السندباد. وهي بمساحة أربع دونامات. يعني عشر تلاف متر مربع داخل منطق الخضراء. يضيف بأن عمار الحكيم استحوذ على عشرة دونامات. خمسة وعشتين ألف متر مربع منطقة الجادرية في بغداد كذلك. يقول كذلك دور سكنية تابعة لوزراء النظام السابق. وأضاف التميم بأن ياد علاوي تولى رئاسة الحكومة المؤقتة من 28 حزيران 2004 إلى 6 نيسان 2005. يقول استحوذ أيضا على دور ضباط النظام السابق في شارع الزيتون وسليم الجبوري. وهو مثل ما ذكرنا كان يعني يجهل رئاسة البرلمان سابقا استحوذ على منزلين داخل منطق الخضراء. وهناك أسماء أخرى ذكرنا منها نقبل شوئية يعني بالعموم. تابع بأن جميع هذا هذا عضو في لجة متابعة ملف عقارات الدولة. يقول جميع السياسين سكنوا في دور فارهة منهم من يدفع إجارات رمزية جدا ومنهم من لا يدفع. أضاف بأن اللجان اللي شكلها عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المستقيل رئيس الوزراء السابق أو اللجان اللي سبقتها. يقول كلها كانت لجان شكلية. يقول ما قدمت أي شيء ولم يجر أي موظف في هذه اللجان على إرسال تبليغ أو كتاب للمطالبة بإخلاء الدار أو دفع إجار مجزي. لأنها ضمن تفاهمات سياسية وليست لجانا فعلية. أو خلي خطين تحت تفاهمات سياسية وليست لجانا فعلية. تابع جرى التلاعبات في ملكية الكثير من العقارات من خلال شرائها بمبالغ زهيدة وتحويل ملكيتها لشاغليها. معنا اتصال؟ أبو أيسر من تركيا. أبو أيسر يعني بعد سنوات من الاستلاء على عقارات الدولة. آلاف مؤلفة عشرات الألوف من عقارات الدولة بعشرات المليارات من الدولارات تقدر قيمتها. برأيك بعد كل هذه السنوات هل يمكن إرجاع هذه العقارات إلى الدولة العراقية؟ نعم أبو أيسر تفضل. أبو أيسر تسمعني؟ أبو أيسر؟ أبو أيسر؟ يبدو أن هناك مشكلة في الانتصال مع أبو أيسر من تركيا. كمبل حديثنا حول هذا الموضوع. طبعا عضو اللجنة المالية السابق وعضو البرلمان الحالي جمال كوجب. يعني قال بأن ملف العقارات هو من أبرز ملفات الفساد في البلاد. وأضاف بأن دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية ليس لديها قاعدة بيانات متكاملة عن تلك العقارات. وهذه هم طامة كبرى. يقول ما عندها قاعدة بيانات متكاملة عن تلك العقارات. أي وزارة المالية التي تم الاستحواذ عليها من قبل الأحزاب والجماعات المسلحة بثمن بخص. وتم نقل ملكيتها بصفقات سياسية من ممتلكات عامة إلى ممتلكات شخصية. أضاف بأن مادة القرار الملغات من قانون أموال الدولة بموجب قرار المحكمة منحت الجهات المتنفذة والأحزاب والهيئات الاقتصادية من الاستحواذ على آلاف العقارات. منها ما يقارب ستة آلاف عقار في العاصمة بغداد وحدها. وبيّن بأن معدلات الفساد وصلت في البلاد إلى مستويات عالية مع تحويل بعض الفاسدين إلى ماذيات كبيرة تصعب على الحكومة السيطرة عليها. ملف عقارات الدولة ملف معقد جدا. ملف كبير مهم جدا. طبعا نسترسل في الحديث ونأخذ تصريحات لمسؤولين ونواب وسياسيين حول هذا الموضوع. كذلك في عام 2016. النائبة عن تحالف القوى العراقية نورة البجاري. قالت بأن قيمة القيمة الحقيقية لعقارات الدولة تبلغ 150 مليار دولار في الوقت الذي تنوي فيه الحكومة. هذا نتحدث في 2016 والذي يعرفه. تقول في الوقت الذي تنوي فيه الحكومة بيع حل القطاع الخاص. تقول هذا يعني بأن قيمتها لن تتجاوز نصف هذا المبلغ. ما يعني بأن عمليات البيع ستصب في النهاية بمصلحة ماذيات الفساد المنتشرة في العراق. وأكدت بأن ماذيات الفساد استولت على 40% من عقارات الدولة خلال العشر سنوات الماضية بأبخس الأثمان. هذا التصريح قبل كم سنة؟ قبل سبع سنوات. اليوم شون وضع عقارات الدولة أكيد ارتفعت نسبة الاستيلاء على هذه العقارات إن كان في بغداد أو المحافظات العراقية. معنا اتصال؟ أبو عمر من بغداد. فضل أبو عمر. أبو عمر. تسمعني أبو عمر؟ أبو عمر. أبو عمر. نعم. يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع أبو عمر من بغداد. عضو البرلمان السابق عن تيار الحكمة محمد الأكاش يقول لصحيفة العربي الجريد بأن رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي سعى إلى إخراج بعض السياسيين مما ليست لديهم مناصب حكومية إلا أن محاولته باءت بالفشل واصطدمت بتأثيرات وضغوط سياسية. وعضو لجة النزاء في مجلس محافظة بغداد الأسبق محمد الساعدي قال بأن هناك ما لا يقل عن 3000 مبنى 3000 مبنى في بغداد. وحدها مستولى عليها بطرق ملتوية وغير صحيحة. خلونا عزاء المشاهدين نأخذ فاصل. ونرجع نكمل معكم حلقة اليوم اللي هي بعنوان هل يمكن إرجاع عقارات الدولة المستولى عليها فاصل. ونعودوا لكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا بلد ترسوه مخدرات ترسوه أذية ترسوه فوضة ترسوه زنة ترسوه ملاهي ترسوه خمر ترسوه حبوب. بلدنا منتهت من كل الجهات ومع الأسب. الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب هو انقطاع الماء. بطر من البطر للبطر واليدي. أنت طالبت بحقوق البطر. طالبت حلمود ماء مالع. قانوننا قانون هذا من تبيل كلان جهلات حاجة يمدلل. والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوغون محد يحاجين. والفقير يبوغ لقنينين حكم عشرين سنة. أهلا بكم من جديد. يعود اتصال بنا أبو عمر من بغداد. أبو عمر بعد السنوات من الاستلاع على عقارات الدولة. برأيك هل ممكن استرجاعها في ظل قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قرار البرلمان لسنة 2013 المعدل. اللي يتيح بيع وإيجار أملاك وأصول وعقارات الدولة العراقية. حياك الله استاذ عمر وحياك الله استاذ عمر ومشاهديها. حياك الله استاذ عمر. استاذ عمر بالنسبة الأقارات اللي يرادة بالدولة والدولتنا الكديمة اللي ثقت فيها. هاي الأمور اللي والسلطات الأحزاب وحكومات اللي كل الأحزاب اللي يتيح بيطرت عن عراق منذ الاحترار بحد دان. هم اللي يخذوا هاي الأقارات الدولة وهم اللي يخذوها بفرخص الأسعار يعني شفنا بيها يعني أدت بالمطبط الخضراء أي التشغيل الجادرية عن الأقارات. كل هذه بيطرة القصور اللي موزلة كانت بيوزراء السابقين العراقيين. فكل هم أخذوها وقعدوا بيها يعني حتى يحولوها إلى أملاك إنهم صد يعني من ضمن هاي الأملاك عدنا ناس يعني مغروفين يستغلون دائرة الأقار. كثير من الأحزاب حزم البطيبة ومرضم البدير وكل هاي نقشة بالكيارات. أخذتها وسجلتها بسمها. يعني كأنما عندها ورد أو كأنما عندها هاي الأقارات لرد أشياتهم. فأخذتها وسجلتها بسمهم وباعتها بلاس يعني ضمنهم. فإنباعش يعني لأدة أشخاص من ضمن هاي الأقارات اللي موجودة بغسادة بالمحافظات بالمطرة. سواء أي منافق كان أضل العديدة بغسادة. فإستجلت مسابيهم وثبتت يعني بيهم كشكل موارات البنات وكشكل ممتزعات وكليات أو جامعات. يعني صوتها يعني مكان استثمار حدهم. فأخذتها يعني بحجة لأنه تتقدم فتشيل الشهاد. فأمهم يستفاديل بهاي الأمور. فإذا يمكن الماء لا يمكن استرجاع عبدا لأنه ما قول هذه الأحزاب والقيادات اللي موجودة. فسيح يكون استرجاعهم وهم معظم القوة والسلاح. يعني ناس ما يجدون مقابيرهم يفضلون أمامهم. ما طول وجود هاي الأحزاب والقيادات أستاذ عمر. لا ترجع أي قاضي وأي قضاة عدمه بالجهات العرية. لا يمكن استفاهم مستعملات من التفاوض ويرهم أمام هاي قطة الأحزاب. قياداتهم سواء كان حزب الفضيلة أو منظمة البدير أو حزب الأستاذي. كل هاي الأحزاب ما يقدر أي قضاة يقدر يحكم عليهم ويأخذ من عدم هاي القطاة أو الأبنية. لأنهم أيضاً سرقوا من أمار الشرع. وبنوا هاي القطور. وزيدوا عليها استثمارات. وزيدوا عليها. مثل كثيراً عمر مولاد. وكليات الجامعات البنس يعني عليها. يعني فالله ممكن استرجاع أبداً نهائياً. أذن تشكر حكومة جديدة. يستثنون هذه الحكومة بفضة وطنية بفضة تشريعية بفضة قانونية. أو قضاة ممكن يأخذون رأيهم من ضمن هذه الحكومة. رئيس الأجراء. واسترجاع أنه يكون في شيء حالاً. أما في وجود هذه الأحزاب. وقياداته أي قضاة. ومن يطلع أن يصرح على أن استرجاع هذه الأراضي للدولة. أي فضاة فهم. هم لا يجعل المسترجاع. لا يسترجاع أستاذ عمر بأشخاص. الذين يتحزموا بسبب هذه الأحزاب. وانقفلوا من ضباط. من فاجة. من وزراء. من أراضي التي هي ممتلك لناس للقدماء. يرغبوا الأشياء للفاجة. أبو عمر شوف بأنه غير ممكن إرجاع عقارات الدولة في الوقت الحالي. في ظل سيطرة الأحزاب كما قلت. أنا أشكرك أبو عمر بن بغتاد. معنا أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق هل يمكن إرجاع عقارات الدولة العراقية المستولى عليها. من قبل متنفذين. من قبل بعض شخصيات وزعامات الطبقة السياسية الحالية. من قبل أحزاب. أبو عراق اسمك. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلاً وسهلاً بك. ما سنحك لش وقت ما يرجع العراق لها لي. يرجع العقارات. هو العراق نفسه باعه يا أستاذ عمر. العراق. لا يمكن أن تأسف على العراق. يعني تأسف على العراق اللي باعه. باعه اللي. أفت الله اللي وقت. الله يخليه. كان رجع العراق قبل. من العقارات هي ترجع. أستاذ عمر. أحنا نريد أن هنا واحد شريف. عند ولاء الوطن هذا. عند خيره. عند بروة. ما هيهم؟ كان هناك واحد من السياسيين. عند حرص هذا البلد. اللي عاش بي أبوه جدا. والأجيال اللي عاش بي. والتحرم بالعجم. ترجعوا منهم حقارات. واحد تعبان. ظروفه تعبانه ما عنده بيد. يقعدوا بتجاوز. يجيبون الشفر. فلشون عليه. تتحاسبون الفيسكم. إذا عادكم خيره. إذا عادكم خيره على البلد. يعني تتروح تتحاسبونكم. مع الظروفة تعبانه. باني لغرفة. حتى يحج جهاله بيها. يجيون تفرجونه. وإنتوا بقت العراق. وإنتوا ما تخافونه. باشر الله شو تقولوله. باشتعوني يا رب العزة باشر عقبة. أستاذ عمر. الله يخليك. خلي اسمعني الشعب العراق يا شعب. يا شعب. تنايم يا شعب. أشكرك أبو عراق من الفلوجة كان معنا. طبعا يشير مسؤولون وبرلمانيون وخبراء اقتصاد. إلى أن استغلال هذه العقارات. عقارات الدولة التي يقدر عددها بالآلاف. لم يقتصر على العمل الحزبي فقط. بل تعد الأمر إلى تزوير سندات ملكيتها. لتأول إلى الجهات والشخصيات التي استولت عليها. بينما شهدت عمليات بيع الأخرى. عمليات فساد صارخة. منها بيع المتر لأحد السياسيين. إبان حكومة نوري المالكي. من 2006 إلى 2014. بقيمة ست دولارات فقط. للمتر الواحد. بينما هي بالسوق في حوالي توصل ألفين دولار. مصادر في هيئة النزاهة. وصفت في تصريحات سابقة. بأن ملف العقارات. ملف معقد. لارتفاع حجم الفساد فيه. وأشارت إلى أنه لا يقل أهمية عن ملفات الفساد. في قطاع النفط وشركات الاتصالات. وعقول التسليح. كون الخط الأول من القيارات السياسية في البلاد. متورطة فيه منذ العام 2003. حيث منحوا لأنفسهم حق الاستيلاء أو الإجغال. من دون دفع أي مقابل مالي. معنا اتصال؟ أبو سجاد من بغداد. أبو سجاد. بعد سنوات من الاستيلاء على عقارات الدولة. برأيك هل ممكن إرجاع هذه العقارات؟ خير عليكم وعلى إذاعتكم العراقية. يا أهلا وسهلا. حياك الله يا أهلا لي. العراقية من البداية رفضت الاحتلال. عرضت من نوايا الداخل يعني. نحن كنا من أهالي مدينة الصدر كورد فويلي اللي أحكي. حياك الله. نحن اليوم وقعنا دفتنا البير. وهذا البير احنا حصرنا. دفتنا بهذا البير. يعني من. أمرك. وسلمتنا للدول. سلمتنا طرف من العراق. وطرف الآخر للخليج. والعراق صارت ساحة مخابراتي. لأن احنا اليوم احنا أرزاغنا محدودة بالعراق. نعم. العراق راح. وقادر ربي بعد إذا يرجع البلد مثل قبل. احنا اليوم ما عيشتنا صارت مرة يا أستاذنا الغالي. نعم. احنا اليوم كدت باوع الأسعار صارت نار. والدولار مغلينا على الفقراء. وما أكو حتى الإعلام متقاضي على هاي القضية. يعني من اليوم احنا. أنا لح تياسة أختلت بالشارع. نعم. يعني من بالقوة قاعد نجيب الرزق. نجيب أرزاغنا. نجيب الراسعة. أحبنا نجمع. وعيبنا عد ما تتم. صدقني. لا يجون. أستاذنا العديد. لا يجون شيعة العراق. وكل. عراق. إذا يريدون تغيير فالدول المجاورة ما تقبل. وإذا الدول المجاورة تقبل فأمريكا وأوروبا ما تقبل. ليش. لأن يريدون العراق ذليل. ضعيف. أنت اليوم إيران تدعي نفس الخامناء. يدعي نفسه. يدعي نفسه. يدعي نفسه. يدعي نفسه. وقاطعيني المياه على العراق. زيان إحنا. ليش وكت نبقى ذليلين من هذه الدول. إحنا ما عدنا سياسين. إستاذنا العزيز. بس كلمتين أرد أقولك إياها. طبعا. تليها بالك. الشعوب العالم. تطلع من الزبالة طاقة. إحنا من الزبالة نطلع سياسين. وخذيناهم وانتلمناهم الدولة العراقية. وقاموا يتلاعبون بأرزاقنا. ودمروا البلد. وصووونا خلقونا القاعدة. وخلقونا داعش. وخلقونا الميليشيات. ويخلقونا كلها من مخاططاتهم. اليوم العراقي من الصبح للليال يستهر. أنت اليوم من 75 بنواس. تجد العراقيين 95% منهم أمراض سرطانية. مواد كلها مواد كميائية. اليوم محمد الحلبوتي ليس مثل السنة. ولا مقتل الصدري مثل الشيعة. ولا مسعود البرزاني مثل الأكراد. اليوم العراقيين الشرفاء ما راحوا للانتخابات. ولا أعدلوا بسوطهم. اليوم صورة عامة كعراقيين. سرطان أكراد. رطمان. مسيح. كنا مغبونين. ابن البصرة مغبون. ابن الموصل مغبون. ابن العربي مغبون. ابن الشرفاء. ليس الأحزاب القاسدة. نعم. نحن. نحن لا نفتهم شريف. والله العلي العظيم. حتى لا يحدث انتخابات مرة ثانية. يرجعون الشعب العراقيين. ينتخبون هذه الزمرة. نفل فول. أنقص بعد. المشكلة بنا يا أسكاد. ما أنا قلت لك. هذا البير حضرنا. وهذا البير حضرنا. بالتبير. لكن هناك نقطة. أبو سجاد. فقط شيء واحد. يعني. اللي راحلوا الانتخابات. ما يتجاوزوا الـ 15. وأنت في بداية حديثك قلت. قلت يعني. يعني. أغلب الشعب العراقي ما راحل الانتخابات. نعم. أهل تعاني المتكلم وياك. أنا راحل الانتخابات. هم. هاي الأخيرة راحلت. وانتخبت شخص. أي. نعم. راحلت شخص. نعم. نعم. يعني. أنت منظمني الـ 15 بالمئة. أبو سجاد. أنت منظمني الـ 15 بالمئة. يعني عندك 85 بالمئة ما راحل الانتخابات. نعم. أنا لحكي إياك. أنا راحلت بلقى. هاي الأخمسة عشر المئة. اللي تتزورت. بس. أستاذ إختيلي شون ضحكوا علينا. إحنا ما تشبنا نتهم. أحكي لك يا الأمانة. قالوا. ورح يرجعوني البعثيين. ويأذوها. ورح يرجعوني زبحونهم. وهلكلاوات. كلاوات. طبعا. تشوف أستاذنا العديد. لو لا. لو لا. لو لا. دواعش الخضرات. أنا دائما أقولها. نعم. لو لما تدمروا العراق. والعراق بعد ما راح. هو العراق. نعم. الفقير الدمر. الفقير اللي بالعراق. قدت اليوم العراق بيشين بني. بالفقراء كرين بني. الغاني عنده فلوس. بس الفقير هو اليدني. الفقير اليوم العراقيين. ما أني تتعدل من يحدهم أمراض. بسبب هاي الأوضاع. والعراق قادر ربي إذا بعد يصفه. لانتري شنوا يا أستاذنا. نعم. لا محمد الحلبوسي. ولا مفعود البرزاني. ولا الصدريين. ولا البغريين. ولا كل الكردية والكردية قلبهم على العراق. دولما باعوا العراق. اليوم الكردية الأي تدية. اللي كانت قاعدة بالسنجار. عندما باعت. سوريا وغير سوريا. بسبب دولما تفياسيين. اللي. نعم. معامرة على العراق. العراق. أنا دائما أقول. أقول بس هو اللي. هو ما يغير الله بقومه. حتى ما يغير الله. حتى يغير الله بأنفسهم. نعم. أنا أشكرك أبو سجاد من بغداد. كان معنا. نعود إلى موضوع عقارات الدولة. طبعا. مثل ما أشترنا. بأن أكثر عقارات الدولة المستولى عليها تقع في بغداد. بالمنطقة الخضراء. في مجمع الجادرية والقادسية. بمناطق. بالكاظمية. بالحارثية. بالمنصور. يعني على جانب نهر دجدة. بالكرف والصافة. شارع الزيتون. مطار المثنة. وسط العاصمة بغداد. تم الاستيلاء عليه من قبل حزب الدعوة. وحول إلى مقر لأنشطته بما فيها فضائية يملكها حزب الدعوة. الحكومة يعني دائما ما تتحدث عن استرداد أملاك وعقارات الدولة التي سيطرت عليها الأحزاب. لكن تفشل. يعني كثير من الوعود التي تم إطلاقها. ويعني أطلاقها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. مثل ما أشارنا في بداية الحلقة في مايو 2020. ويعني قال بأنه يجب إعادة عقارات الدولة وأملاك الدولة. لم تتضمن أي إشارة إلى وجود إجراءات حكومية واضحة. من شأنها ضمان استعادة ممتلكات وعقارات الدولة التي سيطرت عليها الأحزاب. وفصائل مسلحة خلال الفترة التي تلت الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. ممتلكات عقارات الدولة تم استيع عليها بشكل غير قانوني وغير نظامي. مثل ما أشارنا بعضها تم بيعها بسعر رمزي. بحسب عضو البرلمان السابق صادق لمحنى. الذي قال وأكد بأن عقارات الدولة تباع وتشترى من دون وجود ضوابط لصالح جهات متنفدة. وأضاف سوف يستمر استيلاء الأحزاب على عقارات الدولة حالها حال الملفات الأخرى. قال بسبب الحكومة لأن الحكومة ضعيفة ولا تستطيع أن تحاسب نملة بحسب تعبيرها. لأنها تعتبر نفسها في فترة نقاها. وأكد بأن ملف ممتلكات وعقارات الدولة لن يفتح لأن المتنفذين والأحزاب هم الذين استولوا عليها. وأشار إلى أن الحكومة غير قادرة على حل قضية عقارات الدولة أو الطلب من أحد مغادرتها. مؤكدا بأن الفاسدين يصلون ويجولون في العراق. ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في إخراج الأحزاب والقوى المتنفذة من عقارات الدولة إن كان في بغداد أو في بقية المحافظات. عام 2019 مدير دائرة عقارات الدولة أحمد الربيعي طالب رئاسة الجمهورية بالتدخل والضغط على القوى السياسية الموجودة في حي الجادرية بغداد. من أجل السماح للفرق التابعة لدائرته بالدخول إلى المنطقة بهدف جرد فقط جرد العقارات التابعة للدولة. وأكد وجود أكثر من مئة ألف حالة تجاوز سكني والزراعي والصناعي والتجاري على عقارات للدولة في مختلف مناطق العراق. نعم معناه تصال أبو سمية من الأنبار. أبو سمية هل يمكن إرجاع عقارات الدولة العراقية التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين من قبل بعض الطبقة السياسية من قبل الأحزاب؟ برأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وسهلا بك. يا أخي الكريم، أسألة الاستيلاء على عقارات الدولة لها حجج نواهية كثيرة. نعم. أقول هذه لحجج النظام القلبات والنظام السابق والدكتاتر وغيره. وصدعوا رؤوسنا بهذه الكلمات. وأصبحت شماعة من افتيلاء على الكثير من العقارات الدولة. كل ما أرادوا أن يستولوا على عقار يطمعون فيه. وضعوا شماعة النظام البائد التي يستولوا على هذه العقارات. وهي تاب على الدولة العراقية. ما تاب على النظام السياسي معين. هي من فلوس العراق. يعني هذه أملاك تابعة للدولة العراقية. تبقى لمئات السنين. هي للدولة العراقية. بغض النظر عن وجود أي نظام سياسي. سيدك الكريم. نعم. الاشتراع على مثل هذه العقارات. من قبل عصابات متنفذة. ومن قبل أحزاب متنفذة في السلطة. تحتاج إلى قانون يحمل. وعندنا نفل يقول أن أمن العقار أساء لدى. هؤلاء الذين يستولون على العقارات الدولة بحجة واهية وبحجة الشتاء. لديهم أعذار. ولديهم دافع. ما هو الدافع هو غياء القانون. فكما قلنا وكما أستفنا. فنأمن العقار أساء لدى. أين المحاسبين؟ أين الذين يجردون عقارات وأموال الدولة؟ أموال الدولة تحتاج إلى ما يجردها. تحتاج إلى من ينظمها في سلطة. هذا يقول لك أبو سمية. هذا يقول لك ما عندهم جرد حقيقي للأملاك المستولى عليها. ويتوسلون بالنواب أو السياسين المستولين. مستولين على مناطق. يقول لك عمي بس أريد أن أدخل بس أستوي جرد. ماذا يقدر؟ سيد الكريم هنا مربط الفرص. عندما يرفض السياسيون والفظمانيون جرد هذه الأموال أو العقارات المستولى عليها. هو حيانية مضيطة لغض النظر عن هذه العقارات المستولى عليها. لو أرادوا فعلا أن يحافظوا على هذه العقارات. لنجردوها. ولوضعوا لها تقظيما وفي جلسات. لكنهم بالتعليم هذا. هم ممهدون التحقيق بالاستداء على هذه العقارات. وما أسفنا. هذه الأحداث التي أتت للصبح. ما أتت لتبني. وما أتت لتؤسس. وما أتت لتفكر بمستفى العراق. إنما أتت لانتقام لأجل غاية الطاعتية. ولأجل استفادة. وهم يعلمون أن وقتهم زائد. ويعلمون أن عروشهم في حائلة. لذلك يحاولون قدر الإنسان أن يستولوا على ما يستولوا. وربما يستولوا على بعض العقارات. وسجلوها بأثماء أخرى. لذلك لا يحاسبوا عليها في المستقبل. فهؤلاء يهمهم أن يستولوا على قدر الإنسان. نعم أبو السمية. على الكثير من العقارات. أنا أشكرك أبو السمية من الأنبار. كان معنا طبعا تقدير. تقدير فقط من قبل المراقبين. لقيمة العقارات ومتلكات التابعة للدولة. التي تم الاستلاء عليها من قبل قوى السياسية مختلفة. بعد العام 2003. يعني تصل إلى أكثر من 150 مليار دولار. هذا الرقم لو كان يستخدم ويستثمر بالفعل منذ عام 2003. ولغاية الآن كان يعني إن كان من باب السياحة والاستثمار. كان يعني در أموال كبيرة على العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة عزا المشاهدين. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله. شكرا لكم.